أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى موعد جديد مع معرض صحافة لنهار اليوم والذي نستهله وكما عودناكم دائما بالصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم ونجد في يومية النهار الجديدة التي عنونت صدر صفحتها الأولى وكتبت الحصول على سكن وتغيير الموقع هذه شكاوي الجزيريين لوسيط الجمهورية إذا مشاهدين علمت النهار من مصادرها الخاصة بأن عدد الشكاوى التي تقدم بها المواطن لدى مكاتب المندوبيين الولئيين لوسيط الجمهورية تمثلت نسبة 99.67% من إجمالي العرائد المحصات والتي بلغت أزيد من 16 ألف تخص أشخاص طبعيين وأزيد من ألف فهي شكاوى تتعلق بالخدمة العمومية وتحديدا بالتنمية المحلية بالمنطقة وكشفت ذات المصادر أن أغلب المشاكل التي رفعها المواطن تدور حول نزاعات حول العقار أو تسوية وثائق إدارية على مستوى سلطات المحلية الولئية البلدية وأيضا الضائرة وكذا رخص البناء وأكدت هنا على أن أغلب المشاكل التي تتعلق بقطاع السكن احتلت الصدارة في إشارة منها إلى محاولة أصحابها الحصول على سكن أو تغيير موقع سكنية دائما مشاهدنا مع النهار جديد ونجد في عنوان آخر مسابقة لتوظيف أكثر من ألفي أستاذ جامعية إذا مشاهدنا أحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي تغييرات جدرية في عملية توظيف الأساتذة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الأساتذة البحثين وحسب الوزارة أو وزارة البيانة أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق لشروط توظيف الأساتذة المساعدين قسم با الواردة في القرار السابق الذي أظهر بعض الاختلالات التي كانت قد عبر عنها المترشحون لمختلف المسابقات التوظيف للالتحاق برتبة تبا وذلك من خلال عرائد وجهت للقطاع أن خصص القطاع ولأول مرة 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه في الرتب المنتمية لأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة في إجراء يرمي إلى تدعيم تأطير الإداري النوعية بمؤسساته تجسيدا لأحكام التعليم الوزارية المشتركة المتضمنة التذبير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادرتها في المؤسسات والمؤسسات وأيضا الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية إذا مشاهدنا عنوان آخر ويومية أخرى وبالتحديد يومية المحور اليومية التي عنونت أزعار اللحوم البيضاء تنهار وعناب تتدخل لإنقاذ المربين من الإفلاس إلى مشاهدنا انهارت أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج وتراجح حجم الطلب وهذا بعد أن بلغت منذ أسابيع مستويات قياسية لا سيما خلال أول أيام شهر رمضان أن تجاوزت أسعاره في حدود 450 دينار جزيري للكيلوغرام الواحد وجهدت مشاهدنا أسعار الدواج في التعاملات يوم أمس 160 دينار جزيري للكيلوغرام الواحد بسعر الجملة ليصلها إلى سوق التزيئة في حدود 200 إلى 230 دينار جزيري للكيلوغرام الواحد وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحوم الدواج في الجزائر يضاهي 230 إلى 250 دينار جزيري باحتساب كافة الأعباء المتعلقة بالنشاط منها اليد العاملة الأغضية الأعلاف وأيضا الأدوية ما يعني أن التراجع أسعار ما دون هذا المستوى هو بمثابة خسارة يتحملها المربون والمنتجون وعلى هذا الأساس دعت مؤسسة أوناب عبر بيان لها كافة مربية دواج إلى التقرب من مذابح الوسط الغرب والشرق بعد انخفاض أسعار الدجاج حاليا في السوق على المستوى الوطني وخطر الإفلاس الذي يهدد مربية دواج في حالة استمرار تهاوي الأسعار إذا مشاهدنا ننتقل إلى يومية أخبار اليوم التي عنونت صدر صفحتها الأولى وكتبت الفريق شنغريحة قال أنه تفادى منورات نشر الفوضى في البلاد الشعب الجزائري تفطن لمختلف المؤامرات إن مشاهدنا أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنغريحة أمس الأربعاء من ولاية قسنطينة أن الشعب الجزائري الموحد تفطن لخلفيات وأبعاد المؤثمرات التي تحاك ضده في السر والعدن وستطاع أن يتفادى بحكمة وبحكمة وببصيرة منورات نشر الفوضى في البلاد حسب ما أفاد به بيان لبزارة الدفاع الوطنية وذكر البيان أخبار أنه خلال زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة والتي دامت يومين أين تتابع شنغريحة باهتمام شديد تدخلات واقترحات إطارات الناحية قبل أن يقوم بتفقد بعض وحدات الفرقة أين التقى بأفرادها وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التحضير القتلي بكل جدية وصرامة وفقاً لتوجيه تحضير القوات 2021-2022 من أجل أن يبلغ قوام المعركة لجيش الوطني الشعبي مستوى الامتياز في كل المجالات المشاهدين نصل إلى المواقع الإلكترونية وموقع النهار أونلاين الذي عنونا فتح وكالات بنكية في الخارج المشاهدين قدم وزير المالي عرضاً خلال الاجتماع الضوري للحكومة حول ماذا تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وخلال الاجتماع أكد على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتأقلم الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية كما أشار الوزير الأول لوجوب استكمال جميع المساعي المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن العرض يتضمن عزم ثلاثة بنوك عمومية المتمثلة في البنك الوطني الجزائري بانا وإذن القرد الشعبي الجزائري أسبيا بالإضافة إلى بنك الجزائر الخارجي بيوا إلى إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية ويدخل المشاهدين هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة لا سيما في جوانب متعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين المقيمين بالخارج إذا مشاهدين إلى عنوان آخر ونجد في شعب أونلاين عرض حصيلة ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الصحراء إذن مشاهدين أفادت الوزارة الأولى في بيان لها أنه تم الإشارة إلى تعبئة شطر الأول يتكون من 134 ألف هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الأنترنت عبر الموقع الإلكترونية وذلك لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحروية هذا وقد منح إلى غاية اليوم 140 مشروع استثماريا في مختلف ولايات الجنوب وأيضا أتاحت عملية التقييم الأولية أتاحت هذه التحديد الإجراءات اللازمة لدعم وأيضا تعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الاستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب وذلك مشاهدين قصد تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة الاستراد إذن مشاهدين ننتقل إلى جيل ديزاد التي عن ونتحد مقالاتها وكتبت البريغابالين وترامدول في قائمة الممنوعة من البيع قريبا إذن مشاهدين أكد رئيسا نقابة الوطنية لصياد الخواصة مسعود بالعمل سيتم سحب دواء بريغابالين وأيضا ترامدول من الأسواق ووقف إنتاجها قريبا لحماية المواطن بذلك بتقنين عملية بيع بعض الأدوية واضحا أن كل من يتجاوز التعليم التي ستصدر قريبا سيتعرض لعقوبات قد تصل إلى السجن مؤكدا على إدراج بريغابالين وأيضا ترامدول ضمن قائمة الأدوية الممنوعة من البيع والاستهلاك قريبا وفي السياق ذاته أوضح بالعملية أن الأشخاص الذين يتعاطون هذه الأدوية سيتعرضون إلى عقوبات قد تصل إلى السجن ملفتا إلى تصنيفها حاليا من طرف جميع المنظمات والهيئات الصحية في خالة المؤثرات الخطيرة على صحة المواطن مطالبا للوزارة الوصية بالإسراء وإيضا التعجيل في إصدار القانون الذي يعاقب على تعاطيهما دمشاهدين نصل إلى المنصات العالمية ومنصة الجزيرة التي عنونا تحد مقالاتها وكتبت تحذيرات فلسطينية إثر دعوة منظمة يهودية متطرفة لبدء بهدم قبة الصخرة دمشاهدين استنكر الفلسطينيون دعوة أطلقها رئيس منظمة نهافا اليهودية لحجد المستوطنين من أجل اقتحام المسجد الأقصى المبارك والبدء بهدم قبة الصخرة يوم الأحد التاسع والعشرين ماي الجارية ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس منظمة نهافا التي دعا فيها إلى البدء بتفكيك قبة الصخرة لإفسح المجال لبناء الهيكل المزعوم في باحات المسجد الأقصى وطلبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته ونذذت بدعوات غرونيتشان لحجد المستوطنين بكثافة لاقتحام الأقصى يوم الأحد التاسع والعشرين ماي الجاري خلال احتفال المستوطنين بيوم احتلال الجزء الشرقي من القدس حسب التقويم العبرية من جهتها شهيجت حركة المقاومة الإسلامية حماس تلك الدعوات ووصفتها بأنها تصعيد خطير ضد الهوية والقيم وأيضا المقدسات الإسلامية إذا مشاهدنا نصي للاسكاين نيوز التي عنوانت وكتبت الروبل يتجه لأعلى مستوى في خمسة أعوام أمام العملة الأوروبية المشاهدين ارتفع الروبل الروسية أمام الدولار لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرة الألاف من الجنود إلى أوكرانيا وأنها مشاهدنا الروبل جاسة التداول مرتفعا بـ 0.24% أمام العملة الخضراء غير بعيدة عن مستوى 62.625 ألف الذي وصل إليه الجمعة وهو أعلى منذ أوائل فيفري 2020 إذن مشاهدنا كانت هذه أهم العنوين المتدولة لنهار اليوم شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر